اشتركوا في القناة 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 وفق هذا يعمل ظواتみ يوضع، طبعاي لا أودي gestellt تغير بنا Türk أنا لدينا الكثير من المسؤولين هنا لنقب 해야كم إن شاء الله وبعد أكثر أدفع المايك للتوسلاح الصمو للتتشفى معنا في بعض المقاطق ثم إن شاء الله سأجد الواقع لكي ورحمة الله وبركاته لولا أن هدى الله الحمد لله الذي من عمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أخرجنا من بيتنا في هذه الساعة كي يجمعنا في بيته عز وجل وإن من توضى في بيته ثم زار الله في بيته كان حقا على المزهور أن يكرم زاكرة فاستبشروا بمجلسكم هذا إن أردت أن تعرف من الله مقاما فاعرف فيما أقامك الليلة لإن بكرة يوم إجازة إن أهل الدنيا يصخبون ويمجنون ويفرحون بغير الحق لكن الله اختار فريقا من عباده لكي يوجهه إلى بيت من بيوته كي يجلسه في مجالس الكرامة في مجلس تحفه الملائكة تغشاه الرحمة تتنزل على أهله السكينة يذكر الله أهله في الملأ الأعلى عنده فما أسعدنا بهذا الدنيس ما أسعدنا به ما أسعدنا به أسأل الله أن يتقبله منا بقبول حسد وأن نجده نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم نلقى ربنا حظ أسعدنا بهذا الدنيس أسعدنا بهذا الدنيس تحفه الملائكة أسعدنا بهذا الدنيس تحفه الملائكة تحفه الملائكة تحفه الملائكة تحفه الملائكة أسعدنا بهذا الدنيس أسعدنا بهذا الدنيس السجل الشيخ أسكت الله سبحانه وتعالى for acceptance and to write us among those who mean for them. Today inshallah will ask the question. A common question that came the question of the time that the donations of non-Muslims to build the masajid and the center that was burned down and most of the donations majority of the donations came from the non-Muslims and the question the شيخ have been asked and I'm sure you've been asked about it as well. Many of the shayoukh they ask that the community have concerned about that how we accept this money and all the hadith and the ayatollah. إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هبة المقوقس ثم قبل هبة عظيم الروم والمخاري بوربا في صحيحه حول قبول الهبة من غير المسلم لا حرج في ذلك. نحن لا علاقة لنا بمصاري أموالهم لا علاقة لنا بمصادر أموالهم. أين كانت وكيف احتسبت انتقلت إلينا بطريق المشروع النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل دعوة أمرأة أمرأة يهودية وتعامل مع اليهود بيعا وشراءا وأخذا وإعطاء وقد علم أن أموالهم مخلوطة وفيها مشاكل لكن لا علاقة لنا بالمشاكل التي تخلص بأموالهم إنما علاقتنا كيف انتقلت إلينا انتقلت إلينا بطريق المشروع البيعي أو الهبة أو لجارة أو نحوه مدامت قد انتقلت إلينا بعقد المشروع فإن قبولها لا حرج علينا فيه ولا بأس فيه وجمهور أهل العلم يقررون هذا وقد عرض مثل هذا السؤال على اللينة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين مرتين جاءها سؤال من فرنسا حول قطع أرض قدمها عمدة مدينة هناك لكي يقيم المسلمون عليها مسجد وأقاموا عليها المسجد وصلوا فيه سنين عددا ثم جاء من يقول له هذا المسجد لقد بني على أرض جاءت من أموال مختلطة وأموال مشوبة وأموال محرمة وشوش عليهم فأرسلوا سؤالهم هذا إلى اللينة الدائمة في الجداء الحرمين فأفتتهم بأن هذا الاعتضاد لا محل له لا وجه له والمسجد لا حرج على أحد في الصلاة فيه وهو كغيبه من المساعد نفس السؤال جاء من قينيا يعني حتى قالوا إن مدينتنا لا مزيد إسلام ولا مدرسة إسلامية فجمعنا أموال من مسلمين ومن غير مسلمين قمنا مسجدا ومدرسة ومع هذا جاء من يعقد عينه وقال كيف تقبلون أموالا من غير مسلمين فكان الجواب لا حرج فيه ذلك والمسجد يعني مسجد صحيح وصلاتهم فيه صحيحة لكن ماذا عن قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبتت أعمالهم وفي النار هم خالدون الحديث هنا عن العمارة الحسية يعني عندما نحن نتحدث هنا عن العمارة الحسية أما الحديث في الآية عن العمارة المعنوية الشعائر والصلاة والنسك وحلقات العلم وقراءة القرآن هذا أمر بطبيعة الحال وقف على المؤمنين بالله عز وجل أما العمارة الحسية أن يأتي بمهندس يصم هذا المسجد أو يعمل بناء يقيم بنيانه أو ينحط حجارته أو يجسزه أو يهيئه كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه وعندنا نقل عن ابن مفلح في كتابه الفروع يقول فيه نعم ويجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده فهذا كلام فقهائنا فلدل متضافرة على صحة هذا سواء من النصوص أو من مقالات الفقهاء أو منطفة أو المجامع العلمي المحاصمة م differ Shadow said there was no problem to accept the gift and the donation from non-muslim رسول الله صلى الله عليه وسلم accepted the gift from the leader of Egypt while he was not Muslim He sent him a gift And also he accepted a gift from the Roman king at that time إمام البخاري رحمه الله had a section about that specifically, accepting the gift or the donation from the non-Muslim and that there is no problem in that and there is, Shaykh emphasized there is no relationship between how they acquired their money, non-Muslim, and we receiving it or not it's two different issues so you receive it as long as you receive it or you dealt with it in a proper permissible, compliant way with the religion, the way you receive the money from the Muslim as long as it is within the limits of Islam, it's fine how he or she made that money is not your business and this should not be an issue of discomfort the Shaykh said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accepted the invitation of the Jewish woman and he dealt with the Jews with all types of financial transactions, even though they acquired their money, not in an Islamic manner also the Shaykh said this is the opinion of the majority of the scholars and this fatwa was given to the councils of the scholars of Bila del Harameen and about two countries, one came from France and one came from Kenya France, the mayor of one of the cities, donated a piece of land where Muslims built an Islamic center and they prayed there and they used it for many years and someone comes and said how you pray in a masjid was built in a land donated by the Muslims and all of that, so they sent the fatwa and the fatwa came, there is no problem also, in Kenya same thing, there was not enough resources within the Muslim community and there was no Islamic center or school for the Muslim community and subhanAllah the non-Muslim larger community helped the Muslims to build that Islamic center like our case here and some people also objected to that and there is an issue where the scholars also told them there is no issue and no problem for that then the Shaykh said, then comes the ayah the mushkil for some people that Allah Azza wa Jal says in the Quran in Surah At-Tawbah, it is not allowed for the non-believers to make the masajid habitable or to make the masajid you know, imara here, the word you cannot accurately translate it to English because it means physical and it means spiritual both because they disbelieve in Allah and all of that the Shaykh said we are talking now about building the masajid building the masajid physically but the ayah is talking about using the masajid for worshipping Allah Azza wa Jal like, you know, reading Quran and doing Salah and doing the Islamic rituals they are not allowed to do the rituals in the masajid that's what the ayah says but to donate and to help the masajid no problem at all and he said one Shaykh quoted one of the great fuqha Ibn Muflih in his book Al-Furu' or the branches of fiqh and he said that it is allowed and permissible according to our religion to build every masajid and to maintain it and to adorn it by the non-Muslims whether through their money or by their hands and there should be no problem with that so according to that there is no issue in sh'Allah رب العالمين I can comment a small comment and I'll talk to you الحقيقة عندما ذكرته أن غير المسلمين ما كان لهم أن يعملوا مساجد الله إن هذا لا يعني بالضرورة يعني فرحنا استضفنا وفدا من غير المسلمين في مسجدنا لكي نقيم عليهم حجة الله عز وجل وأقمنا حوار معه وجاء وقت صلاتهم وأرادوا أن ينتحوا جانبا وأن يصلوا صلاتهم التي يعتقدونها ويدينون فيها لا يمنعون من ذلك وهنا أيضا إذا ذهبنا إلى مساجد إلى كنائسهم استطيعوا أن نصلي عندهم كذلك لكن مورد الآية أن مش يمكن يعني كانوا يعتقدون أنهم بعمارتهم للمسجد الحراض وسقاياتهم بالحجيج وخدمتهم لهم أنهم أحسنوا دينا وأرجى في الآخرة من محمد وصحبه نحن عمار المسجد الحرام نحن نسق الحجيج نحن نخدمهم نحن نقوم على شؤونهم نحن أولى بالله منكم والكعبة وهم يخلون هذا فيها وهم يقولون نحن أولى بالله منكم فقال تعالى من كان للمشرفين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمال ثقاية الحاج وكذا مدام ليس معها توحي فهي عمل حابط وسعي مردود وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة فكان الحديث أن هؤلاء مهما عملوا من أعمال وشكلها عمل تعبدي سقيت الحجيج وتنظيف البيت وكذا لكن الله جل وعلا قال إن هذا العمل حابط ليس معه من الإيمان ما يصحح الله رحمن الله الشيخ من شاء الله أضعوا مدامة هنا وشيخ قال إذا كان هناك إجراءة التعليمية أو شيء في واحد من أجلنا وكذلك ثم يأتي الوقت للصلاة من الناس من الكتاب أو الهل الكتاب وتنظيف التعليمية وقد يمكن أن تجد للمسجد لنقص concrete وكذلك الإجراء وليس لان peptّال وال pub لذلك وقد أضعت إلى التعليمية آية للم تلك القيقة في التعليمية المترجم للقناة 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 ذهب مغرب مغرب ستقل معلم في الساوح كنجد في اللقترام المغرب مغرب تقصير مع المغرب ومغرب المغرب تقصير الوقت وعقف مع إخنا كثيرا مرحب الى ما في الحدق وستقل مع المغرب وستقل مع عمر الله يا سبحاني لديك يا معرجات ما في حدق معجب ويجاعد المغرب هناك ثم قريب وعرفها لأنها فإن سيكون تقوم بحرام ويعطيقها معهم معه ثم إن شاء الشيخة السيدة المدينة الشيخة هي حيث تقوم بأخذ من الوصول عليهم الإيجابات هي تقوم بحرات بحرات المنزل فإنك إضافة الأيام التي تقوم بحرات المنزل لأيوها التي تتقوى إلى أن تقوم بحرات المزيدة هذه هي أنه لا يقوم بحرات المنزل ونحن إلى اللقاء وكل مراقبة ومعلومات بما تهم الأن، وكل هذا ستأخذ الوقت لكي يدخل الوقت المغرب من زهر و عصر لذا يجب عليك تقلق لكيه الشيخ قال، إذا كنت تعرف أن المغرب ستصل في الأنزل في قطعة قريباً تذهب إلى ثلاثة وفورة وزنها وهذا لذلك يجب أن تقلل زهر و عصر عندما تقلل تربح بشيء، وعلى ثلاثة وربرة من الأنزل هل ترى أنت صحيح؟ نعم، فقط تتعليق صغير يعني عندما تركب يعني أقصد أيها الحبيب عندما تركب الطائرة ثم تغيبه عليك الشمس وأنت في الطائرة لا يلزم أن تصلي رأيت وين لا لأن الجامع معناها أصبح الواجب موسعا من لحظة ركوبك وقد غابت عليك الشمس الآن لا يجب أن تصلي الآن المغرب والعشاء هذا أصبح الوقت موسعا الحمد لله تصلي عندما تركب بساعة بساعة بثلاثة بأربل وهو أن لا يأتي منتصف الليل على رأي أو أن لا يطلع الفجر على رأي آخر إلا وقد صليت المغرب والعشاء يعني ليست صلاة المغرب والعشاء من الواجب المضيق في السفر لأن الجمع معناه أن وقت الصلاطين قد صار وقتا واحدا فأصبح الواجب موسعا أكثر تمساعدا وقت الصلاة وقت موسع في الأصل ولهذا يقال الصلاة واجب موسع يعني إيه واجب موسع عندك وقت ممتد طويل تستطيع أن توقع الصلاة في أي جزء من أجزائه بخلاف الصوم الصوم واجب مضيق لأن يوم رمضان لا يتسع الله للصيام يوم واحد ما تنفعش تصوم يوم وكمان يوم سنة في نفس اليوم هو لا يتسع إلا لأداء العبادة مرة واحدة لكن وقت الصلاة واجب موسع الظروه إذا ممكن تصلي عشرين ظهر ثلاثين ظهر النقط واسع أقصد يعني فالواجب موسع وبالتالي لا يلزم أن تكون مجرراً ما تركب لأود نصلي ما غير تلعب ريلابس أشرب الشاي والقهوة والتعشاء والمبسط ودخل الحمام وتريد وتوضى وظلق يعني الحمام لا في المسألة توسعة هذا ما يحدث عندما يستطيع الشيخ يستطيع الشيخ الشيخ يستطيع أن يكون جيداً الشيخ قال الشيخ قال There is expanded time of obligation and there is restricted time of obligation So there are some obligations that they have an expanded time Which is the Salah الشيخ said the time for Aisha is until midnight according to one opinion and until Fajr according to another opinion So since you are travelling and from the time of Maghrib until midnight in one opinion or until Fajr in one opinion لذلك ليس كما يفهم من الترسلاتي أنه عندما تكون في المطلوبة يجب أن تسأل مغرب العيشة في ذلك الشيخ قال أنه يمكنك أن تسأل كافي تسأل قليلاً 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 ونسأل قليلاً ثم تسأل مغرب العيشة ولكن الشيخ يسأل قريباً مرحباً حسناً لم ينط بها الأبان صوت المرأة ليس بعورة إنما العورة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرأة التغنج والتكسر وتجود صوتها وتنغيمه وتطريبه هذا هو موضع النظر يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرأة وقلن قولاً معروفاً وإلا يعني كان نساء الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه رجال يناقشونه أمام الرجال ويراجعونه القول وأمنا عيشة تلقى عنها العلم عدد كبير من الرجال ومن النساء وكان يأتي من الصحابة من يسأل أمنا عيشة عما أشكل عليه من كثير من مسائل الدين وفي تاريخنا محدثات حتى قالوا إن الحافظ ابن عساكر في شيوخ 86 امرأة نقل عنهن الحديث فكان من النساء محدثات كبيرات ومن الطرائف أن التاريخ لم يسجل أن مرأة كذبت على رسول الله في رواة الحديث ليس ليهن مرأة كذبت بينما الكذبون من الرجال كذبت على أحفظ على أخوذ الله من الله مرأة كذبت على أخوذ ومن الطرائف ومن الطرائف ومن الطرائف ومن الطرائف يجب أن يتحدث يجب أن يتحدث تحضر إلى مرأة كذبت على أخوذ ومن الطرائف المصدرات 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 المصدرية المصدرات 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 then dwell defence وال 시청ة أخرى هل لبس المرأة الغيّر المحتشم يتحمل الزوج الإثم معها؟ إذا لم ينظر الزوج الإثم معها، يجب أن يتحمل الزوج الإثم معها؟ لا تزم وزرة وزرة أخرى، لكن الزوج يلزمه أن ينصح يعني أن يروح في نصحه بين الوعد والوعيد، وأن يستفرغ وسعه، وأن يمذله جهداً فإذا أدم عليه فقد برأت ذمته، ويبقى كل نفس بما كسب ترمينا أم لا ينبأ بما في صحف الموسى وإبراهيم الذي وفى، لا تزر وزرة الوزرة أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى لكن يلزمه أن ينصح، وأن يتابع النصيحة، وأن يروح في نصحه بين الوعد والوعيد، وبين الترغيب والترغيب إذا أدى ما عليه فقد برأت ذمته، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديكم لكن كيف تكون قد اهتديت إذا نصحت، واستفرغت وسعك في بذل النصيحة، ولم يقبل منك، فأنت في هذه الحالة يعني أديت معنىك وحسابه على الله عز وجل، واحد من بعض الناس يقول لك لا، سوف أباشر الضغط وأتابعه وأستمر فيه حتى لو انتهى الأمر إلى الطلاق، طبعا دي قضية تحتاج إلى درست المصالح والمفاسد، والنظر في المآل وقد يكون ليس من مصلحة البيت المسلم أن يفترق الزوجان وهما مغتربان خارج بلاد المسلمين فتكون المفسدة المترتبة على الفرقة أكبر من المفسدة المترتبة على عدم انضباطها الكامل في مباشرة حجابه الشيخ قال الله عز وجل صيد لا تزب وزر أو وزر أخرى، لا تزب وزر أوخر أحد شخصًا ويجعل كل إدرسه لبعض الأكثر لأهتمامه لأنه عمله في العيوة لكي يجب أن يجعل النسيحة وإنهاء إذا كان هذا هو مجرد جميعه فإنه سيكون هذا الوائف هذا يعني أنه لا يجعله بذلك على المترجمه يتعليه بالنسبة لإبعض الله الله تعالى يتعليه ويقف سبع الدكتور ويجعل الأشياء ويجعل الأشياء ويجعل الأشياء من تصويره إذا غيره So if he did his job and she refuses, then she is carrying her full sin in front of Allah عز و جل And then the sheikh said, someone might say, I'm going to keep pressuring and I'm going to keep advising I'm going to keep pushing, even if it leads to divorce The sheikh said, this needs to be addressed in a different way You need to have the wisdom because we have to weigh between the advantages and disadvantages Such a decision, they said sometimes, or most of the time, the decision of divorcing as a Muslim minority The problem with it and the disadvantage with it in such a society is way more than the benefit of divorcing For disobeying Allah SWT, so it needs to be addressed properly Of course, you know, with the scholars and seek the advice and all of that And may Allah SWT save our families All right, so now we have this question Is there punishment for not praying Salah? For not praying Salah? Somebody can read this Is getting a bank loan for business purpose? Is it okay? Getting a bank loan for business سواء للبثنس أو لغيره لكن متى يرتفع وثنه عند الضرورات المنجئة عند الضرورات المنجئة ومن الضرورات المنجئة اجتياح المال الكله وده من بين صورها لو الواحد يعني عمل عرض ليشتري مؤسسة يشتري عقار الماء ووضع كل ما عنده المال كمقدمة ومنتظر أموال جياه وبالحسابات الدنيا ماشية يعني تمام وفجأة حصل موقف مفاجئ فما كان ينتظر المال لم يأتي وما دفعه من مال مقدم سيذهب كله وبذهابه كله سيفقد أصل ماله بالكلية لو نحن أمام وضع بهذا الحرج يبقى فيه استثناء أن يأخذ بقدر الحاجة ويبقى في قمة أولوياته أن يجد مخرجا من هذا القرض عند أول القدر على ذلك يبقى يعني الضرورات إما الضرورات الحياتية المحضة للطعام والشراب والدواء والحساب ونحنه أو الضرورة التي يترتب على عدم التفاعل معها اجتياح المال الكل يعني فجأة سيذهب كلما عندك المال قد ذهب أدراج الرياح فهذه الحالة قد يرخص بالقدر الذي تندفع به الضرورة ويبقى في مقدمة وفي قمة أولوياتك أن تتخلص من هذا عند أول القدرة فهذا الشيخ قال أن الله تعالى أنه يجب أن يجب أن تتخلص من الربا فهذا الشيخ قال أنه يجب أن تتخلص من الواجبين الجسمر الملات وتstorm turn the calculation توقع المعلومات الانتواتي تعريب متر تعريبي معارتهم يعملًا يجب ان تقوم بربع الوصف ور économique المستقبل من يجب أن تتوقع التي فعلت . فإضافة الوصف وعملًا هذا هو بسؤال ثم هي ترجمة وأنا أسألت الكثير من الأمر، ويأتي هنا مرة أخرى، ماذا هي المساعدة لتحديثة الواليما بعد النكاح؟ زواج السر زواج السر الذي جاءت النصوص بالنهي عنه وبتشبيهه بنكاح البغاية الذي يفتقر إلى الإشهاد لأنه بالإشهاد يخل النكاح من نطاق السر إلى نطاق العلانية الحد الأدنى في الإعلان أن يعلم الشهود ثم بعد هذا يزداد الأمر فضلاً ويزداد قبولاً عندما تتسع دائرة العلم به لأن الوليمة أجعل النكاح في المساجد يمهد لقبول اجتماعي بهذا الزواج اعتراف اجتماعي بهذه العلاقة هذا أمر جميل ومندوب إليه ونحض عليه ونحرد عليه لكنه ليس بلازم وليس شرطاً أساسياً في صحة العقد العقد يصح معرفة الشهود إذا علم الشهود فقد حرجنا من نطاق السر إلى نطاق الحد الأدنى من العلانية التي يصح معها العقد وكلما اتسعد دائرة العلانية كلما كان هذا أنفع وأرجى للبركة وأرضى لله عز وجل مجرد المتحدة وإذا كانت أصحل بشكل مجرد وإذا كانت أصحل بشكل مجرد أصحل بشكل مجرد قلب الشهود لك وكما تشغل بشكل مجرد . so once there are two witnesses who know that this person is marrying that person this man is marrying that woman, then the minimum is met. Anything other than that is a fuddle. It is a social recognition, bringing to the masjid is something that advises. It is invited to... it is encouraged to make the social agreement that these two have that relationship. ولكنه ليس مجدداً وليس مجدداً التي تقوم بإمكانك التعليمات لذلك مجدداً ليس مجدداً و بعض الناس يقوم بالأسفل لماذا لا يوجد الوليمة؟ لأنهم لم يتواجدون إلى الوليمة لذلك هو المسؤول ربما يجعل الوليمة لأسفاله لذلك ما هي المسؤولات؟ لا أعلم يعني مما عرض علي من قضايا أن فعلت المرأة تقول نحن أشهدنا الله عز وجل وأشهدنا الملائكة فالملائكة كانوا شكوناً وكانوا حضوراً وشهادة الملائكة أعظم من شركة البشر فكل شيء تمام يعني إحنا مش فينا الدين ورديب العتين حصل وكانوا حضرين وشاهدوا وكتبوا في كتاب الأعمال ورفع هذا إلى الله عز وجل فأحنا استشهدنا من هو وأعمل من شهادتهم أعظم من شهادة البشر وكان الله خير الشاهدين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد منه طبعاً أستخدم النصوص بغير مرض خطر على غير هدايا الله جاء وأشهد دوع عدل منكم منكم وليس من الملائك وليس من خير المسلوين طبعاً طبعاً الشيخ he added he said this is an actual question he was asked he said you know what is the point of having to witnesses while the angels are witnessing us all the time and writing our deeds you know I'm having to me and that man we agreed on the marriage and we have the witnesses and the angels are witnessing all the time and Allah is the best of witnesses you know the sheikh said this is twisting the text of the Quran and the sunnah using it in the wrong way because Allah himself the one who is the best of witnesses the one who created the angels who are witnessing he's the one who's giving us order in the Quran that have to be two male just fair qualified witnesses it is mentioned like that in the Quran it has to be from you not from the angels السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا انجزاكم هل يؤثم من يحفظ القرآن دون الإلمام بقواعد التجويد ولكن بدون لحن جديد وخاصة من تقدم به العمر وأصبح من الصعوبة تطبيق قواعد التجويد بقواعد التجويد هل يحفظ القرآن من يحفظ القرآن من لا يعرف التجويد ولكن من من محفظ أو محفظ التجويد وخاصة لذلك وخاصة يحفظ التجويد صحيح الشيخ مبوح بظل الله هو الشيخنا في عالم الكراءات وهو أولى الناس بالإجابة على هذه السؤال أكثر مني لكنني تطفنا عليه وستزال منه لقد درجة يعني علماء القرآن على أن يقولوا والأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن آثم من لم يجود القرآن آثم لكن على كل حال فاتقوا الله ما استطعته عندنا حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتع التعرفي وعليه وهو عليه شاق فلا هو إجراء فيا عبد الله اجتهت في أن تقوم لسانك في قراءة القرآن الكريم وكان في مشروع عندنا في الجامعة محو أمية الأمة في قراءة القرآن الكريم ومنح إجازة في القراءة فقط مش الحفظ لا يلزم أن تحفظ لكن يلزم أن تقرأ قراءة صحيحة فهذا مشروع عندنا بإذن الله محو الأمية الناس تعودوا أن نمحه الأمية في عالم القراءة والكتابة في عالم الخط يعني لكننا نتحدث عن نمحه الأمية في قراءة القرآن الكريم تحديدا وليس من المناسبة بأن ربما قد بلغ من عمر الستين أو السبعين ولسه لا يزال يخطئ في تلاوية القرآن الكريم ما دمت على المحاولة وبذل الجهد فلست أثمن إن شاء الله استدمي المحاولة واستفر وسعك وابذل جهدك وعلم أنك مأجور على ذلك ومثاب عليه إن شاء الله فير الله عز وجل الهباكي الرجيس ستوالله كما يمكن وقع الشيخ يقول العلماء القرآن يقول تجويد 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 أنيف لا تجويد سن ولكن تجويد كل كما يمكن لا تفادي وأحاول أحاول أحاول القرآن وليس بسنام وليس بشكل قرآن وهي الحصول على الشيخ على الصعب على الطريق للمشاهدون على الطريق وظلت هناك للمشاهدون Baranين حسناً في أطلاع كل شيخ يجب أن تحكمه ويزد المشكة يمتلك لحسب الولاربين الطريق المتبدر إلى تجربية الملاد للقرآن نعرف بذلك الملاد للترازي في دينية الصعب ولكن هناك أيضًا سلطة المتدرادة في القرآن und ولن تججميل تعجويد لعضف جعلهم على التجربية لا وتقلص بحيد انه ولكنت لأني أذلك اشتركت اذا شبه بالذلك كنت افاده وناقل بالمساعدة لكن ولكن ما يحبه الله يفرح ثم كانه قد نظر أنه يمكن أن يحدث أنه يملكي ذلك كما يجب أن يتقلق سرطة الفاتحة أفتراني وما تقلق لكي يفعله طيب ما هو حكم قراءة البسمانة في الصلاة الجهرية بعض الأئين ما يجهرون بها والبعض الآخرين لا يجهرون بها يقولون في المصحف المدينة بسم الله الرحمن الرحيم هي آية رقم واحد والسيطة ذكر ذلك ما تحديده على كل حال إن كانت السؤال من جانب القراءات سأحيله للشغل النوح أما من جانب الفقه وتعلقه بالصلاة فإن الجمهور على أن القراءة الجهرية تبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين فأنت تسر بالبسملة وتجهر أو يبدأ قراءتك الجهرية بالحمد لله رب العالمين هذا من مواضع الخلاف بين أهل العلم التي لا يضيق فيها على المخالف سمعت قولي هذا وستسمع قولا آخر من فقه آخر وقولا ثالثا من فقه الثالث فلا تنزعي عون نفسك عن أنهي تعبدلية فقهية وأن مسائل للجهاد الأمر فيها واسع ولا يضيق فيها على المخالف لكن الذي عليه الجمهور أن تبدأ في الجهرية بالحمد لله رب العالمين وأن تسر قبلها بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم لذلك المصدرات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم 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 كان آياء يا شيخم؟ خلال أطرق على المخالف وفي نفس المصدرات بسم الله الرحمن الرحيم و تلاحظوا آياء number 1 كهذا سين سمُعدت لذلك ثم من كل من قفة سين آياء وأنه سبع أمنا مخالف منذ سبع آياء منذ سبع آياء سبع آياء سبع آياء جبء بسم الله الرحمن الرحيم من آياء ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 3 مالك يوم الدين 4 إياكا نعبد وإياكا نستعين 5 هدين الصراط المستقيم 6 ثم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين is number 7 According to those who did not count بسم الله الرحمن الرحيم as an ayah altogether of surah الفاتح or any other surah they count الحمد لله رب العالمين 1 الرحمن الرحيم 2 مالك يوم الدين 3 إياكا نعبد وإياكا نستعين 4 هدين الصراط المستقيم 5 صراط الذين أنعمت عليهم 6 غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7 so there is no contradiction here inshaAllah this is for the قراءة قوارت يعني inshaAllah ما حكم دعاء الإمامي بعد انتهاء الصلاة what is the ruling of the دعاء after salat إمامي الدعاء after salat الدعاء من دون عليه في كل وقت إن الدعاء هو العبادة لكن الدعاء الجماعي التزام الدعاء الجماعي بعد الفريضة هذا ليس عليه جمهور ليس عليه جمهور أهل باية التزام الدعاء الجماعي بعد الفريضة ليس عليه جماعي أهل باية إنما كله صلي بعد أن يسلم إمامه يقرأ ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالي تيدنا الجلالي والكرام اللهم يعني على ذلك وشكرك وحسني عبادة بك يعني كل مصلي يرد بذلك على استغلال هذا الذي عليه الجمهور التزام الدعاء الجماعي في أعقاب الفريضة ليس عليه جمهور أهل العلم وإن كان قد أفتد به بعض المزاين الشيخ قال الدعاء is encouraged and is invited to مندوب at all times because the دعاء is عبادة as رسول الله صلى الله عليه وسلم said دعاء is worship but you making it as a habit for the إمام making it as a habit after the صلاة it is not the opinion of the majority of the scholars old and contemporary but the إمام and everyone else should do it separately and they should do the أذكار which you can find it here written over here the أذكار أستغفر الله three times الله مانت السلام ومنك السلام the شيخ mentioned those so those are the دعاء required but using it making it as a habit continuous habit it is not the صلاة it is not the majority even though some of the scholars they give fatwa with its permissibility so the شيخ also had to mention that can we use mouthwash that contains alcohol ما فراش يعني يتوقف القول في هذا على القول في طهارة الكحول والراجح أنها طاهرة وعلى أن يصل إلى جوفك منها شيء اكتهد لكن إذا توفى لك بديل ليس متضمن للكحول فهذا أولى وأطيب وأبعد عن الخلاف يعني لا حرج من حيث المبدأ وتحتاط لا يصد إذا كان نسبة الكحول مركزة عني تحتاط لا يصد إلى جوفك منه شيء لكن إن وجدت غيره فإن غيره أطيب شير قال إذا كان هناك ألترنتيب يوجد هناك ألترنتيب أن الالكحول يستطيع ويستطيع 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 فهذا يجب أنهي أولئك حيث حتى يستطيع إذا كانت أكثر من الألخول ويستطيع مستخدم في المساجد فهذا يستطيع حتى تستطيع أنك لا تستطيع لن تستطيع أنك لا يوجد ويستطيع فإذا كان هناك الألترنتيب فهذا لن يستطيع إن شاء الله هل يجوز وخرجوا زكاة المال في عمارة المساجد في هذه البلاد وهل تجوز الزكاة في تعليم الأقارب برامج الدعوة في المساجد ينفق عليها من أول الزكاة نعم لقد صدر قرار المجمع الفكري برابطة العالم الإسلامي أن أعمال الدعوة إلى الله عز وجل وما يعين عليها من مصارف الزكاة البرامج الدعوية وبرامج تحفيز القرآن الكريم وكل برامج الدعوة داخل المساجد نعم مصارف زكاوية يعني أيضا إذا لم تكفي أموال الصدقات العامة لعمارة المساجد فلا بأس باستخدام أموال الزكاة لكن لا يبغي أن تستخدم في الأشياء الترفية يعني هنعمل منارة بمئة ألف دولار ما قدش أموال الفقراء والمساكي والمحويش وحطها في بداية مجرد منارة المزيد يمكن أن يكون بدونها فيعني لا ننفقها إنفاقا ترفيا توسعيا الأصل أن المساجد يعتمنا من الصدقات والتبرعات العامة لكن إذا لم تكفي فلا بأس بذلك لأننا إذا قلنا الأعمال الدعوة مصارف زكاوية فإن كل ما يعين عليها كذلك وأعمال الدعوة إنما تكون داخل المساجد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن كل الموضوع إنها ما هيش أولوية رقم واحد وإلا تكون في مصارف ترفية في المساجد رقم اثنين وإذا كانت أموال التبرعات العامة تكفي يبقى خلي أموال الزكاوية للمصارف الثمانية الوضحة التي جاءت في إكتاب الله عز وجل للمصارف التبرعات العامة للمصارف التبرعات العامة المصارف التبرعات العامة المصارف التبرعات العامة مصارف التبرعات العامة المصارف التبرعات العامة المصارف التبرعات العامة نعم مصارف التبرعات العامة قميل الصلاة العشاء أو بعدها على المسك سواء الحاول يقول السائل هل الـ 401k plan هل أموال زكاوية ولا لا الجواب عن هذا وأرجو أن تدقق جيدا من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ومعنى تمام الملك القدر على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه إذا حيل بينك وبين المال إذا كفت يدك عنه لم تستطع التصرف فيه فليس مالا زكاوية وأضر المثال المهور المؤجنة المؤقتة بأخرب الأجلين الموت أو الطباق امرأة بدل زودها لها مؤخر صداء التزم به يعني 20 ألف دولار مثلا وقالت استحق بأقرب الأجلين الموت أو الطباق هل هذا المبلغ يعتبر مبلغا زكاويا الآن؟ الجواب لا لأنها لم ترى إلا إذا مات عنها زودها أو طلقها ففي الوقت الراهن لا تستطيع أن تحوزه ولا أن تتفع به ولا أن تستخدمه كفت يدها عنه فليس مالا زكاويا فكل مال كفت يدك عنه وحيل بينك وبين الانتفاع به ليس مالا زكاوي الفور أول كلا في كثير من برامجها تستطيع أن تأخذ المال المدخرة فيها بعد استقطاع الضرائب والغرامات لو عندك مئة ألف دولار ففور أول كيبلا لو أردت أن تأخذها الآن كم يعطونك؟ ربما يعطونك ستين ألف يستقطعون عشرين ألف ضرائب ويستقطعون مثلها غرامات الباق الذي يمكنك أن تحوزه مالا زكاوية لأنك تستطيع أن تحوزه في أي لحظة لا يلزم أن تأخذه بالفعل مش عدين كل سنة نخصر تدفع ضرائب وتدفع لا ليس هذا هو المقصود لعملية حسابية بحثة أن تسأل نفسك إذا أردت أن أخذ هذا المال أستخرجه الآن كم يعطونني؟ هذا القدر المتاح لك والذي يمكنك أن تنتفع به وأن تباشر حقوق الملكية عليه هذا ما نزل الشيخ قال that the 401k plan zakat money a question he was addressed before Isha and he said one of the conditions of the zakat becoming an obligation on someone one of the conditions is that you have complete autonomy over the complete ownership over the money and this complete ownership means you have it means you can benefit from it and you can manage it the way you like so if this is prevented you don't have this complete autonomy over it you can do whatever you want with it then it is not a zakat of all money and the sheikh said example for that is the deferred mahr according to some agreements the deferred mahr of the wife is due upon death of the spouse of the husband or upon divorce whichever comes first so if somebody write deferred mahr 20,000 upon death or divorce whichever comes first the wife does not have to give zakat for that because she does not have that money either the divorce happens or the death happens then once she has the money in her hand then she can give zakat she'll give this as an example then he goes to the 401k that you don't have you don't have access to it you don't have autonomy or ownership over it but the sheikh said you have to make a calculation in your head how much would I have access to and have ownership of if I take it right now after Nusab and after the year then they will take their taxes and then they will take fees and fines you deduct all of that and see the amount that you can cash in your hand at the time when the zakat is doable then you give zakat for that one and this is to get out of this issue what is the distance of the shortening or that a person shortening and خمسين ميذا تعد سفرا ويصح معها ما يصح للمسافرين من الرخص سوى رخص الفطر إن كان مسافرا أو القصر والجمع ونحو ذلك مرحبا مرحبا انحاء مثلا في هذه الحفظ القصر اسقار على قصر ما هي ترجاع مشفوكة فقط مرحبا إن شاء على رضا فقط لكن الأشيخ قال تجريد أن شاء على المرحب فقط ولكن الوحب يمتنج وضع وأرى في رمضان رمضان ويقوم بإمكانه أصدقاء أصدقاء في رمضان بسؤالة مهمة إن شاء الله مكررة في نيوجرسي أحد أصدقائي قلتني أنهم يتبعون جمعة في رمضان لأنه لا يوجد مسجد بقى والرمضان يمكنهم أن تفعل ذلك لا أقس بذلك إذا أذن لك أن تصلي الجمعة حيث لا يوجد مسجد جاهز عندك وأذن لك أن تصليها في معابد غير المسلمين جيد لكن اجتنب الساحة التي توجد فيها تماثيل إذا توجد تماثيل اجتنب هذه الساحة أوضع عليها قطعة حماش أو نحوها اكتهد في أن تفتح في صداتك عن تماثيل لأن الشيخ قال إن شاء الله لا يوجد مسجد ولم يوجد مسجد ولم يوجد مسجد ولكن عندما يحدث أو يأخذ المكان لأجمع المهمة أو المهمة أحاول أن تفتح في أي مكان يوجد مسجد إذا كنت تفتح فيها أو تفتح فيها أو تفتح فيها أو تفتح فيها أو تفتح فيها إن شاء الله رب العالمين نختم شكرا إن شاء الله موسيقى إن شاء الله يمكننا نسيحة أجبنا على هذا السؤال المقبل نسيحة 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 وكيف تضحيب رأسهم لعينهم لعينهم لفعلهم لعينهم لا يتحدث لفعلهم 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 لأنهم قد يتبع لا يتحدث لفعل مرة كذلك كذلك نسيحة نعم نقول للأباء المرأة أحق بنفسها من وليها المرأة أحق بنفسها من وليها أي أحق بنفسها في الإذن والاختيار اختيارها ينبغي أن يعتبر لم أرى للمتحبين مثل النكاح لا ينبغي أن يحول الوالد بين ابنته وبين الكفء الذي تقدم لها واختلاف الجنسيات قد يفهم في الشرق أما في هذا البلد يعيش تعددية على مختلف لصعدة فلا أكاد أتفهم موضوع أن اختلاف الجنس أو اختلاف البلد أو الدولة يكون مانعا من موانع الزواج هنا مجتمع فيه تعددية قام على فكرة تعددية ومن عاش فيه انصهر في موتقته وهذه المعاني أصبحت مقررة في ذهن الناس فنوحمل من السبح ضد التيار أن تمنع من الزواج لمجرد اختلاف البلد أو اختلاف الدولة أو نحو ذلك فأنا أدعو الآباء أن يتفهموا مشاعر بناتهم ومشاعر أبنائهم وأن لا يحولوا بينهم وبين الزواج بمن يحبون فإن الفتاة خاصة أملك بنفسها من وليها هي لا تمنك أن تعقد لنفسها لكن تمنك أن تختار واختيارها مقدم على اختياره إذا لمجرد مانع الشرعي والضابط إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه واسمعوا بقية الحديث إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا وقفت حائما بين ابنتك وبين الزواج بالكفر صاحب الجين الذي تقدم لها والله إنها الفتنة وإنها الفساد كبير كما أخبر مدارف المعصور صلى الله عليه وسلم الشيخ قال بأنه لا يجد أن يجد أي أفضل لذين يحبون من أحدهم وقفت بإستمارات البعض وقفت بإستمارات كبير وأنها الفدرانية شكرا في الأسنة ليس إليكم مستمع الأدنة ولكنه من سنفذي من الأخصصح والمع دائس من فتر ولكن هنا أن تسمع بسيطة على أناس مingle أنه يستخدم وأشهد في الأماكن يمكن أن نشخري إنه سنفذي وطلق على شكرا يسهد في الأسنة انتهى السيدة التي كانت تقود لها هي أنها التي يشترك لها يمكن أن تنقل القاتل عنه وتكرارها قراغة منها لكنها إخوارة ترجمة الصعيدة والخوارة تجنبها ترجمة الإخوارة مثلها زيها أو الحالة سلوكا لا مشكلة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وكتابة أرقام وحسابات العمل أما يبقى النظر في الأعمال المختلطة والغالب هنا الأعمال مختلطة ليس حرماً محطاً ولا حلالاً طيب من أين تأتي أسباب المنى من كونه معيناً على إثل أو عنوى؟ ليس جداني وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الإثل والدوان؟ ما هو ضابط الإعانة المحرمة المنهي عنها؟ الإعانة المباشرة أو الإعانة المقصودة؟ فإن كانت الإعانة مباشرة على الحرام يعني بهذا العمل توقعه مباشرة في الحرام يعني واحد يشعر خمر فأنا جئت وليه بزجاجة الخمر وقدمتها له هذه إعانة مباشرة أو لم تكن مباشرة إن كانت مقصودة فعلت هذا وأنا أقصد أن نسهل له هذا الحرام أما إذا كانت الإعانة ليست مباشرة وليست مقصودة فهي على أصل الحل خاصة مع عموم البلوى واختلاط الأمن في هذا الشيخ said that the Amja had a conference specifically for knowing what are the jobs allowed permissible and not permissible and it is available on the amjaonline.org site the الشيخ said if we have there are two types of businesses here the الشيخ said when there's a business that it's specialty and something prohibited altogether ultimately only sells liquor or a factory for liquor or a casino or one of those you know it's infusion that haram completely ultimately and if their business is based on haram then you're not allowed to work on any job in that regard any job in it but comes the issue of if it is mixed if it is an issue that it is not based on haram but has haram in it so then the الشيخ said we have to look to those acts here or to those jobs if the job the الشيخ said prohibition will be based first we have to understand that prohibition will be based on helping someone on sin you are not committing the sin but you are helping someone to do the sin and transgression and this is haram in Islam because Allah said help each other in virtue and goodness and piety but don't help each other in sin or disobedience of Allah transgression so but how we know that the person is transgressing or helping sin or transgression how we know that the الشيخ said if you are helping directly or you are helping intentionally helping directly means someone is drinking and you bringing you serving them so that's directly or you are helping them your intention is for them to drink by any means by any means that leads at the end to drink so any job in that line from you until they drink because your intention is you want them to drink then it is also helping them so if it is like that then the jobs are also prohibited and then the الشيخ said if you are avoiding that and you are working with that company that it is not based directly and totally on haram it is permissible while you are supposed to be looking for other jobs and the الشيخ said because you know that it is very hard to avoid but if you have the chance to avoid you should avoid it inshaAllah with that we come to the end of this beautiful night and I know the questions are flooding and many questions we are not answering but as I promised inshaAllah over time those questions inshaAllah will be covered for sure and please for those who are regular inshaAllah try to ask newer questions and for those who are not please advise them that inshaAllah listen to those Fatima night live and listen to the recordings you will benefit a lot inshaAllah even for us who attended tonight listen to this recording again inshaAllah you will have other benefit not only from the fatwa of the shaykh but also from the adab and the etiquette of answering and the advice that they have at the end you'd like to on behalf of the masjid I'd like to thank our community beautiful community for always making this encouraging gathering this encouraging attendance and I don't forget to remind you with making du'a inshaAllah for those who make this program happen the administration of the masjid the shaykh for coming all this way for Allah's sake subhanahu wa ta'ala and for the brothers who are recording it for thousands of people to see and may Allah reward you all for attending and for being patient wa sallam wa barik ala sayidna wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam so